بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم درس النهاردة سلسلة الطاقة سلاسل الطاقة اختر الإجابة الصحيحة عندما نلعب بهذه اللعبة نستخدم طاقة حركية ولا كهربية طاقة حركية لتشغيل هذا الجهاز نستخدم طاقة الجهاز اللي عندي مروحة كهربية لتشغيل هذا الجهاز نستخدم طاقة حركية ولا كهربية طاقة كهربية سلسلة الطاقة لتسخين إناء به ماء على النار الشمس مصدر لمعظم الطاقات على سطح الأرض ينتج عن الشمس طاقة ضوئية النباتات بتمتص الطاقة الضوئية أثناء عملية البناء الضوئي وتحولها إلى طاقة كيميائية يبقى الأخشاب بتاعة الأشجار لما نحرائها ينتج عنها طاقة حرارية الطاقة الحرارية بتسخن المياه اللي موجودة في الإناء وتحولها إلى طاقة حرارية سلسلة الطاقة لعملية تناول الطعام نتناول برتقالة شجرة البرتقال بتعمل إيه؟ بتمتص من الشمس الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية يبقى الإنسان لما يأكل البرتقالة الطاقة الكيميائية بتتحول إلى طاقة حركية أكمل سلسلة صور الطاقة التالية تشغيل جهاز التلفزيون في حالة عمل محطة توليد القهرباء بالطاقة الشمسية الشمس بينتج عنها طاقة ضوئية محطة توليد القهرباء بتاخد الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة حرارية وطاقة حركية الطاقة الحرارية والحركية بيتم تحولها إلى طاقة كهربية الكهرباء بتنتقل إلى المنازل عبر أسلاك من النحاس لما نجي هنا نشغل جهاز التلفزيون بالكهرباء هيأخذ الكهرباء وينتج عنها طاقة صوتية وضوئية وحرارية تحولات الطاقة عندما يضيء مصباح كهربي عند تشغيل المصباح بتتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية تضيء الغرفة وده الغرض من المصباح الكهربي الإضاءة إنما في جزء تاني من الطاقة الكهربية بيتحول إلى طاقة حرارية ودين طاقة مهضرة ما بنستفادش منها عشان كده بنحذر لمس الزجاج بتاع المصباح عند إضاءة المصباح لأنه بيكتسب طاقة حرارية أكمل سلسلة صور الطاقة لتشغيل مروحة المكتب علما بأن محطة توليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية يبقى الطاقة الداخلة إلى محطة توليد الكهرباء طاقة ضوئية تصل إلى المحطة الكهربية محطة الكهرباء تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية يتم نقل الكهرباء عبر إسلاك من النحاس في صورة طاقة كهربية وتصل إلى البيوت المروحة تستخدم الطاقة الكهربية عشان تطلع لطاقة إيبقى؟ هتطلع طاقة ينتج عنها حركة الهواء بالغرفة يبدأ اسمها طاقة حركية وهتطلع طاقة تانية يصدر عنها ضقيق صوت يعني عند تشغيل المروحة وهذه الطاقة صوتية وهيحدث نتيجة الاحتكاك طاقة حرارية حرارية أكمل سلسلة الطاقة الخاصة بتشغيل جهاز المكنسة الكهربية المدخلات يعني الطاقة الداخلة إلى المكنسة طاقة كهربية الطاقة الكهربية بتدخل للمكنسة عن طريق سلك نحاس اللي هو جيد التوصيل للكهرباء الطاقات الخارجة بقى من المكنسة بيكون طاقة حركية وطاقة صوتية وطاقة حرارية تحدث عندما تتحرك المكنسة وتلطقط الغبار يبدأ الطاقة ايه؟ طاقة حركية تتمثل في الضقيق الصادر من الجهاز اللي هو الصوت الصادر يبدأ طاقة صوتية ونشعر بها عندما نلمس الجهاز أثناء تشغيله يبقى طاقة حرارية تحولات الطاقة في الصور التالية الصورة الأولى حجر بطارية وحجر البطارية ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن طاقة كيميائية لما يدخل إلى مصباح اليد يتحول إلى طاقة كهربية وينتج عنها طاقة ضوئية الصورة الثانية تفاحة التفاحة طاقة كيميائية لما الإنسان يتناول التفاحة بتتحول إلى طاقة حركية الصورة اللي بعدها ده الوقود بنحطه في السيارة يبقى الوقود طاقة كيميائية في السيارة بتتحول إلى طاقة حرارية وحركية وضوئية وصوتية الصورة رقم أربعة طاقة كهربية الطاقة الكهربية هتدخل إلى المصباح الكهربية يتحول إلى طاقة ضوئية ده الطاقة اللي بنستفاد منها من المصباح الكهربية إنما فيه طاقة تانية موجودة مهضرة اللي هي الطاقة الحرارية الصورة رقم خمسة طاقة كهربية هتدخل إلى المكوان هتخرج منها طاقة حرارية بعد كده عندي الشمس الشمس طاقة ضوئية النبات بيمتصها ويحولها إلى طاقة كيميائية الأجهزة التي تختزن الطاقة بداخلها هناك بعض الأجهزة تختزن الطاقة بداخلها لفترة طويلة مثل الهاتف المحمول ويمكن تتبع الطاقة داخل الهاتف المحمول كالتالي أول حاجة بتدخل الطاقة القهربية للهاتف المحمول عند الشحر رقم 2 بتختزن الطاقة داخل الهاتف المحمول على شكل طاقة كيميائية بتبقى داخل البطارية لما نشغل الهاتف المحمول بيتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة صوتية عندما يرني الهاتف جزء من الطاقة يتحول إلى طاقة ضوئية عند إضاءة الشاشة أو تشغيل الكشاف الطاقة والأجهزة المستخدمة في حياتنا اليومية اختر الإجابة يحول المصباح الكهربي الطاقة الكهربية الداخلة له إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية هل الطاقة الحرارية الناتجة من المصباح مهمة ومفيدة؟ الإجابة لا لأن المصباح الكهربي الغرض منه الإضاءة وليس التدفئة إحنا عملين المصباح عشان يضيء مش عاملينه عشان نتدفع عليه يبقى الطاقة الحرارية بنسميها طاقة مهضرة ما بنستفادش منها السؤال اللي بعده يحول مجفف الشعر اللي هو السشوار الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية وطاقة صوتية طب هل الطاقة الصوتية الناتجة عن المجفف مهمة ومفيدة؟ طبعا لا تحليل طريقة عمل الأجهزة عايزين نعرف المصباح الكهربي فيديته إيه؟ بنستخدمه ليه؟ بنستخدمه للإضاءة إضاءة المنزل، إضاءة المحل، إضاءة الشارع، إضاءة المكتب طب عشان يضيء محتاج إيه؟ محتاج إلى طاقة كهربية هل ينتج عن تشغيل المصباح الكهربي طاقة ضوئية فقط؟ لا طبعا بينتج عنها طاقة تانية اللي احنا قلنا عليها طاقة مهضرة اللي هي الطاقة الحرارية لذلك احنا بنستفاد بالطاقة الضوئية أما الطاقة الحرارية فهي طاقة مهضرة وعشان كده بننصح بعدم ملامسة المصباح وهو مضير أكمل الجدول التالي بما تعرفه عن الطاقة المستخدمة والناتجة لكل جهاز الجهاز الأول عندي المصباح الكهربي الوظيفة الإضاءة صور الطاقة المستخدمة طاقة كهربية والطاقة الناتجة طاقة ضوئية وحرارية رقم اثنين مروحة اليد بتستخدم في تحريك الهواء الطاقة المستخدمة طاقة حركية والطاقة الناتجة طاقة حركية ساعة حائط تعمل بالبطارية الوظيفة معرفة الوقت الطاقة المستخدمة كيميائية والطاقة الناتجة طاقة حركية المصباح اليدوي الإضاءة وظيفته بيشتغل ببطارية يبقى طاقة كيميائية الطاقة الناتجة ضوئية وحرارية سيارة لعبة مزودة بشريط سحب تستخدم في اللعب والسبقات الطاقة المستخدمة طاقة وضع والناتجة طاقة حركية وصوتية جرس اليد الوظيفة التنبيه عن طريق إصدار صوت الطاقة المستخدمة حركية والناتجة صوتية مصباح طولة الوظيفة الإضاءة الطاقة المستخدمة قهربية والناتجة ضوئية وحرارية فرن غاز الوظيفة طهي الطعام الطاقة المستخدمة كيميائية اللي هو الغاز الطبيعي طاقة كيميائية والطاقة الناتجة حرارية المكواه الوظيفة كي الملابس الطاقة المستخدمة طاقة كهربية والناتجة طاقة حرارية السخان الشمسي الوظيفة تسخين المياه الطاقة المستخدمة طاقة شمسية وممكن نقول طاقة ضوئية الطاقة الناتجة طاقة حرارية الطاقة والأجهزة المستخدمة في حياتنا اليومية تحليل طريقة عمل الأجهزة فيما يلي نتعرف على الطاقة المستخدمة والناتجة في الأجهزة المختلفة نمرة واحد نحدد الطاقة الداخلة للجهاز عن طريق معرفة الأدوات المطلوبة لتشغيله يعني لو عندي مصباح كهربي يبقى محتاج له طاقة كهربية طب والطاقة الناتجة الطاقة الناتجة طب ايه الهدف من المصباح الكهربي الهدف منه الإضاءة يبقى الهدف من المصباح الكهربي الحصول على الإضاءة يبقى طاقة ضوئية إنما فيه طاقة تانية تكون ناتجة وطاقة مهدرة اللي هي الطاقة الحرارية لاحظ الصور ثم حدد الطاقة المستخدمة والناتجة مجافف الشعر الكهربائي الطاقة المستخدمة كهربية والناتجة حرارية وحركية وصوتية سيارة لعبة الطاقة المستخدمة طاقة كيميائية لأنها تشتغل بحجر بطارية والطاقة الناتجة طاقة حركية غسالة الملابس الطاقة المستخدمة طاقة كهربية والطاقة الناتجة حركية وصوتية وحرارية عربة كيريو سيتي الطاقة المستخدمة طاقة شمسية والطاقة الناتجة طاقة حرارية وحركية وكهربية مكينة الخياطة الطاقة المستخدمة طاقة قهربية والطاقة الناتجة حركية وصوتية وحرارية قطار الملاهي الطاقة المستخدمة طاقة قهربية والطاقة الناتجة طاقة حركية وصوتية لنتبع مصار الطاقة في عمل مجفف الشعر تذكر أن وظيفة الجهاز هو تجفيف الشعر يعني الحصول على طاقة حرارية المدخلات يعني الطاقة الداخلة إلى المجفف طاقة كهربية عن طريق سلك نحاس جيد التوصيل للكهرباء المخرجات اللي هي الطاقة الناتجة بينتق طاقة حرارية وهي الطاقة المطلوبة وده الوظيفة الأساسية للجهاز بينتق بعد كده طاقة صوتية الصوت الناتج من المجفف أثناء تشغيله وده طاقة مهضرة ما بنستفدش منها وفي عندنا كمان طاقة حركية ناتجة عن حركة المروحة والهواء المتحرك أكمل المخطط التالي والذي يوضح تتبع الطاقة عند تشغيل التلفزيون الطاقة الداخلة طاقة كهربية عن طريق سلك النحاس يبقى طاقة كهربية الطاقة الخارجة نسمعها عندما يصدر الجهاز أسوطاً يبقى ديان طاقة إيه؟ طاقة صوتية نراها عندما تضيء الشاشة تبقى طاقة ضوئية نشعر بها عند لمس الجهاز أثناء تشغيله تبقى طاقة حرارية تحول الطاقة من صورة إلى صورة أخرى هناك العديد من صور الطاقة تتحول وتتغير باستمرار من صورة إلى صورة أخرى نشوف مثال تحولات الطاقة عند تناول الإفطار لما الإنسان يتناول وجبة الإفطار يبقى بيحصل الجسم على الطاقة الكيميائية الموجودة في الطعام لما يركب الدراجة وبقدم ويدفع الدواسة بتتحول الطاقة الكيميائية الموجودة في جسم الإنسان إلى طاقة حركية بتتسبب في حركة الدراجة بعدما الدراجة تتحرك الإطار بتاع الدراجة بيحتك بالأرض والطاقة الحركية تتحول إلى طاقة حرارية نتيجة الاحتكاج إن شاء الله الدرس القادم تدريبات على مفهوم الطاقة والأجهزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته